طلابي الأعزاء أسعد الله أوقاتكم وبعد مرة أخرى نحييكم بعد امتحانات نصف الفصل الآن سنأتي إلى موضوع جديد وهذه الموضوعات إن شاء الله ستدخل في الامتحان اليوم هنتحدث يعني هنختار لكم بعض المواضيع هذه المواضيع اللي أنا بختارها هي اللي راح تيجي في الامتحان إن شاء الله يعني إحنا مش راح ناخد كل الكتاب لأنه الكتاب طويل ولكن إحنا راح ناخد موضوعات أنا بختارها وهذه الموضوعات إن شاء الله هتكون مهمة اليوم ننتكلم عن موضوع التنشأ الاجتماعية التنشأ الاجتماعية أو ما يعرف بها الأسرة لأن الأسرة تعتبر هي موطن وهي مكان التنشأ الاجتماعية والتنشأ الاجتماعية هي اللي احنا بنسميها بالبلد البسيط هي التربية أو زي ما بيقوله الترباية يعني يربي الإبن يعني ينشئه تنشأ والتنشأ الاجتماعية من العوامل الرئيسية في تحديد السلوك وشكله شأنه شأن الوراثة يعني بدنا نشوف الآن التنشأ الاجتماعية قبل الخوض في موضوع التنشأ الاجتماعية علينا التعرف على الأسرة الاجتماعية أولا الأسرة هي أهل الرجل وعشيرته وتطلق على الجماعة التي يربطها هدف وحياة مشتركة تعريف الأسرة تعريفات مختلفة الأسرة شرعا هي الخلية الاجتماعية التي تنشأ بارتباط رجل بامرأة بعد نكاح شرعي أو بعقد نكاح شرعي الأسرة استلاحا هي كيان إنساني واجتماعي فريد دون شخصية متميزة ويشمل الزوجين الذين تربطهم رابطة شرعية الأسرة هناك أسس تقوم عليها الأسرة من هذه الأسس وحدة الأصل والمنشأ قال تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع لابد أن يكون المودة والرحمة ونعرف أنه نكتب في كروت العزايم أو الدعوات نكتب مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذه هي محدد مهم من محددات تكوين الأسرة المودة العدل والمساواة لازم الواحد يكون رحيما تجاه أسرته ويكون عادلا مع نسائه أو مع زوجته تكافل اجتماعي واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وكل رب رحمهما كما ربيان صغيرة هذا موجه إلى الأب والأم طيب ما هي وظائف الأسرة يعني أنت شو هي الوظائف التي قدمتها لك أسرتك في البيت يعني لاحظ أن الأسرة أول شيء بتقوم بعمليتين أسستين هي ضمان بقاء الجنس البشري وبناء خصائص الإنسان فهناك وظائف متعددة للأسر منها الوظيفة الأساسية وهي إشباع الحاجات وتوفير يعني توفير الرعاية الصحية والجسدية للطفل وتوفير الغذاء الصحي والمسكن الصحي في العائلة اللي ينعم الأبناء والآباء بجسم وعقلين سليمين في عنا وظيفة اجتماعية وهي تحقيق إنجازات المجتمع من خلال تفاعل وتواصل ومشارك وانتماء يعني تعرفك عن المجتمع الذي أنت عايش فيه وظيفة اقتصادية الأسرة قديما تحاول أن تسعى إلى الاكتفاء الذاتي وإنتاج ما تحتاجه ولكن الأسرة لا تزال تشارك في عملية الإنتاج من خلال أفراد الأسرة فتمد الأسرة مجالات العمل والمصانع بالأيد العامل الوظيفة النفسية وهي أن يعني تمد الأبناء بالراحة النفسية والحب والحنان والأمن يعني الحب والحنان مطلوب داخل الأسرة لأنه العنف والتربية العنيفة سيئة لذلك مطلوب أن يتوفر جو الهدوء دون توتر أو قلق داخل الأسر الوظيفة الدينية والأخلاقية هي أن تقدم الآباء لأبنائهم الخبرات الكافية عن دينهم يعني نقل الدين ولكن بالفهم حتى يكون الأبناء الصالحين يتحلون بالأخلاق الدينية الحميدة الوظيفة الثقافية كذلك تعليم الأبناء وإلحاقهم في مؤسسات التعليم المناسبة وتدريبهم على مهارات الحياة طيب ما هي معايير الأسرة الصحية يعني كيف الأسرة بتكون أسرة صحية أول شيء القدرة على التعبير عن المشاعل والانفعالات وفهمها القدرة على قبول الفروق الفردية بين أفراد الأسرة فالمقارنة تعتبر سلوكا غير مرغوب فيه بمعنى أنه لو كان في الأسرة في ناس يعني بتعرف أن الناس فروق فردية يعني هذا طويل هذا قصير هذا بيحكي بسرعة هذا بيتأخر في الحقيقي هذا جميل لازم نأخذ أولادنا بيعني ما نميز بينهم كلهم سواسية قدرة على التعاون إذا أصيب أحد أفراد الأسرة يجب يعني إذا أصيب الأب أو الإبن أو الأخت أو الأخ يعني لازم إحنا نتعاون قدرة على تقديم حاجات البقاء الأساسية مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، صحة شعور بالانتماء عن طريق الحب والعطف والحنان والتقدير شوفوا كلها مصطلحات مهمة نحن بنمر عليها مرة الكرام للأسف ولكن هذه هي مهمة جدا في تكوين الأسر والتي نحتاجها هذه الأيام لأن الأسر أصبحت تميل إلى المادة وذهبت بعيدا عن الروح ونحن نحتاج إلى الحب والحنان والعطف والتواد والتراحم والتقدير أن يكون الأسرة فلسفة عامة للسلوك المرغوب وغير المرغوب يعني لازم نقول للولد هذا سلوك مرغوب وهذا كله يأتي أيضا من خلال التنشأ الاجتماعي ليرقى رح نيجي عليها بعد شوي وجود نوع من الحس المرح والترفيه داخل الأسرة يعني المرح مطلوب أو داخل يعني روحوا عن النفس فإن النفوس إذا كلت تعبت يعني كل شوي لازم نتعامل مع بعض بمرح داخل البيت طيب ما هي العوامل التي تؤثر في عملية التنشأ الاجتماعية الأسرية داخل الأسرة إيه الشي العوامل أول شيء مركز الطفل وتربيته بين أخوتي الطفل الأول بيدلله والوسط يعني بكون أقل والوحيد كما أن الطفل المرغوب غير المنبود يعني الطفل الأخير برضو بحبه الأب والأم بقولك هذا الطفل اللي هو آخر العنقود وبالتالي ترتيبه عمر كل من الأب والأم فالأطفال من الأباء المتقدمين في السن غير الأطفال الأباء الشبان يعني بتلاقي أنه الزلم لما يتجوزوا عمره 70 سنة ويخلف ولد صعب كتير عليه أنه يرعى أو يهتم فيه أو حتى أنه الولد يتعلق فيه ولكن لما يكون عمر الشباب مثلا 35-45-50 يعني بكون فيه نوع من التنشأة الجيدة الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها الأسرة كمان مستوى ذكاء الطفل وبنيته الجسمية هذا كلها بيسموها داخل الأسرة الآن العوامل التي تؤثر في عملية التنشأ الاجتماعية خارج الأسرة الدين الدين إنه تأثير كبير اختلاف الأديان اختلاف الطباعة بين الناس مستوى التعليمي سواء كان هذا المستوى يخصه الأسرة والأب والأم أو مستوى الفئة الاجتماعية أو مستوى الحي يعني لاحظ أنه هذه كلها بتأثر في عملية التنشأ الاجتماعية البيئة الطبيعية والبيئة الطبيعية وذلك الاختلاف بيئة أهل الجبل وانطبعاتهم وعاداتهم وقيمهم عن بيئة السهل يعني حتى تحدث فيها أبو الخلدون عالم الاجتماع قال إنه أهل المدينة بيختلفوا عن أهل القرية وأهل الجبل بيختلفوا عن أهل السهل يعني كل واحد له قيم وعادات ولو تقليل حتى التكوين الجسمي يعني أهل السودان بيختلفوا عن أهل روسيا أهل السودان بيتحملوا الحرارة الكبيرة وأهل روسيا بتحملوا البرودة الكبيرة وهكذا نظام السياسة السائل في البلاد نلاحظ أن المجتمعات الديمقراطية تنشأ حرية الحياة فيها ومارسة الرأي عكس المجتمعات الدكتاتورية لفيها الخوف والخضوع والكبت يعني والقهر المجتمعات الدكتاتورية فيه فرق الآن فيه عندنا حقوق الحياة الزوجية اللي هو لا بد أن يكون للزوجة حقوق زي المهر زي النفقة زي التربية والتعليم وإحسان المعاشرة حقوق الزوج ووجوب الطاعة التزيين التزيين للزوج صيانة الأرض والمال الحقوق المشتركة بين الشعور بالمسؤولية والمحافظة النصح والتعاون حفظ ورعاية حدود الله وعدم تجاوزها تربية الأولاد على الأدابة الإسلامية والأخلاق الحسنة يعني هذا بتم داخل البيت وهذا يتم داخل مؤسسة البيت وهي الأسرة الأسرة يعبارها عن مؤسسة طيب نيجي الآن إلى التنشأة الاجتماعية أو بسموها بالإنجليزي التنشأة الاجتماعية هي عملية تحويل الكائن الحي البيولوجي إلى كائن حي اجتماعي إيش يعني بيولوجي؟ يعني مولود على الفطرة بنحاوله لكائن اجتماعي بنعلمه كيف يعني يتعامل مع الآخرين أي أن الوليد البشري يتحول من كائن تغلب عليه حاجات ودوافع أولية إلى كائن له دوافع حاجات من نوع جديد ذات أصل اجتماعي ذلك الكائن الذي يبقى زبناً معلوماً في رحم الأم البيولوجي ويتم عن طريق التفاعل الاجتماعي مع الآخرين يعني إحنا بنحاول نغيره بنخليه كائن اجتماعي من خلال تحاوله يعني الواحد لو قاعد في الدار وضلوا قاعد فيه 24 ساعة وخرج إلى العالم المحيط في حوله رح يلاقي حاله صعب أنه يتكيف مع الناس علشانه مش رح يحكي مع الناس داخل البيت ولكن لمن يخرج بإدفاع الكثير احنا بنسميه التوحد كذلك هي عملية نموية تحرك خلالها فرد من طفل يعتمد على غيره ومتمركز حول ذاته لا يهدف في حياته إلا إلى أشباه حاجات الفسيولوجي إلى فرد ناضج يدرك معنى المسئولية الاجتماعية يعني الواحد تمركز حول الذات يعني بعيش حوله نفسه بيخرج إلى حياة وبتفاعل مع الناس هي عملية نمو هي عملية تعلم وتعليم تعلم وتعليم أي يكتسب منها الفرد الأدوار الاجتماعية داخل البيت وداخل المؤسسة وداخل المدرسة يعني البنت تتعلم من أمها كيف تنظف كيف تطبخ كيف تجلي كيف ترتب الهدوم والابن بتعلم من أموه أمور كثيرة أشيء أهم سمات التنشأة الاجتماعية هي عملية تعلم عملية نمو سيكولوجية نفسية سيكولوجية عن نفسية فردية وجماعية مستمرة التنشأة الاجتماعية مهمة لا تتوقف عند مرحلة أمرية معينة ممكن يجيسوا صح وغلق مختلفة من مجتمع لآخر في الدرجة وليس في النوع طيب ما هي مؤسسات يعني وين إحنا نتلقى التنشأ وين إحنا نتلقى التربية ترباية وين بتكون في الأسرة في المؤسسات التعليمية الحضانة والروضة والمدرسة والجامعة والكلية والمعب في وسائل الإعلام بأنواعها حتى دخل الإنترنت والكمبيوتر يعني الإنترنت صار أهم من كل الدنيا كلها الرفاق والأصدقاء صحابك الشلة تبعتك تتعلم منها كثير من الأمور طيب ما هي أساليب التنشأ الاجتماعية التنشأ الاجتماعية مجموعة من الأساليب والطرق التي يتخذها الوالدان في التربية منها الصحيح ومن الخطأ أساليب التنشأ الخطأ مثلا لاحظوا في أنه نماذج خطأ وفيه نماذج صح القسوة مع الأبناء التسلط والسيطرة عدم التقبل والنبذ المقارنة يعني المقارنة هذا طويل وهذا قصير هذا أشطر وهذا مش أشطر تفرق والتمييز بين الأولاد الإهمال والتساهل والحرمان حماية الزائدة يعني الدلال الزائد يعني بتلاقي الأبناء بحضن أولادهم بخافوا عليهم من البرد ومش شمس ومش أعرف إيه فهذا برضو تنشأ الاجتماعية خاطئة سليب التنشأ الاجتماعية صحيح التسامح وتصحيح الأخطاء بلطف وحزم احترام الشخصية وتقديرها في ساحل مجال التعبير المرونة تقبل الأخطاء والتركيز على الإيجابيات الرضا بالمستوى الاجتماعي يعني مثلا بيتنا متواضع لكن ننظيف ومرتب ماشي أوكي برضا فيه ولكن بحاول أني أغيره لمن الله يعطيني المساواة والعدل يعني لازم الواحد يعدل بين أولاده الاهتمام بالشباب وحاجاته النفسية والخاصة ومتابعة المستمرة التوازن في المعاملة دون تفريط أو إفراط يعني لازم نعامل أولادنا بتوازن يعني مش نقول هذا الولد أحلى من هذا وهذا الولد أطول وهذا أذكى وهذا لا هذا الولد مسكين على البركة زي ما نقوله وهذا لا هيك بنعمل عملية التفرقة والتفرقة في البيت أمر سيء يحتاج إلى إعادة النظر من جديد طيب ما هي الطرق التربوية التي يتخذها الأهل ما هي الطرق التربوية التي يتخذها الأهل في تربية أبنائهم لاحظوا في عندنا طرق كثيرة بيتخذها الأباء لتربية أبنائهم المساند العاطفية ودفء العلاقة بين الطفل والأم يعني هي قامت علاقات عاطفية تساعد على النمو السليم لشخصية الطفل ولكن التهديد بالحرمان قبل الولدين نحو أبنائهم يساعد على تنشأتهم تنشأ غير سليم التهديد دائما غلط نمط العداء لدى الوالدين يعني باللاجئ أنه في عداء لدى الوالدين الطريق التي يتربى بها الطفل في سنوات المقايمة على أثارة المخاوف وإنعدام الأمن تؤدي إلى تعريض الطفل للطرابات نفسية والتأخر في نواحي الحياة المختلفة أو النمو المختلفة تذبذب الوالدين يعني عدم اتفاق الوالدين على رأي معين أو إجازة سلوك الطفل في موقف معين ورفضه في مواقف مواثل يعني التناقض بين الأم والأب في التربية يعني الأم بتقولك أوكي ماشي والأب بقولك لا الأب بقولك آه بقولك لا هذا تذبذب الوالدين يعني مثلا قل له مثلا لم تدخنش وبعد شوي الأب بقول له أبنه بالله هاتلي علبة السيارة بتدخن طب لا راح كل تعليمك للإبن بشكل غلق الحماية والدلال والإعجاب يعني أنك أنت تعمي من الأمور التي يجب على الوالدين القيام بها أنه لازم نهتم فيهم لازم نرع أولادنا ولكن لازم نفرط في الحماية أو الدلال أو نعطيه مصاري كثير أو خاصة العائلات اللي عندها ولد وحيد لأقولك ولد وحيد ولد وحيد ولكن في نهاية المطاف يفشلوا في تربية ابنهم لمن يكبروا لمن يزواج بطل يعتمد على حاله وشخصيته بتكون ضعيفة ولعل من أهم أضرار هذا النمط ما يلي شعور الطفل بالغرور الزائد والثقة الزائدة في النفس كثرة مطالب الطفل تضخيم صورة الطفل عن ذاته يبشر عنده أنا كبير أنا معي مصاري أنا غني تسلط الوالدين نفذ الطفل الفعلين برضو سيء المقصود بالتسلط الذي يتبعه الوالدين في فرض الأداب والقواعد يعني بالنهي والتوبيخ وتمثل في التعرض للنواح النقص لذا الطفل ومقارنته من أطفال هذا برضو غلط إهمال الوالدين إهمال الطفل من كبير والديه برضو يفقدوا الإحساس بالأمن سواء الأمن النفسي أو الأمن المادي ومن أشكال هذا الإهمال يعني عدم الإنصاط الأب ما ينصطش لمن يحكي لازم نسمع لابنه هو يحكي ويتكلم ناقشه إهمال حاجاته الشخصية كمان يعني ما نهتمش فيه عدم توجيه ونصحه عدم مكافأة ومدعه في حالة نجاح يعني لازم نستخدم معه أسلوب اللي هي التعزيز الإيجاب والتعزيز السلب العصى والجزة زي ما يقولون الاعتمادية وفيها تربط طفل الاعتمادية على غيره في قضاء حاجاته واشباعها التوقعات العالية والمتدنية فصل الفعل عن الفاعل تشجيع الاستقلالية والمسئولية وتجنب الشفقة ثبات حسن معاورة الولادين بالأفعال لا بالأقوال تقبل نقد الآباء والتغييرات تطرع عليهم الاعتمادية هذه نعم هذه مهمة الاعتمادية مهمة على فكرة هيك بنكون خلصنا هذه المحاضرة عن موضوع التنشئة الاجتماعية وإن شاء الله بندخل في اللي هي محاضرة تانية عن موضوع التنشئة الاجتماعية أتمنى لكم التوفيق والنجاح